محتلل مركز الاول برصيد اوه بطل الدور برصيد 76 نقطة في محتلل مصري مركز ال11 برصيد 37 نقطة بيدير الحكم المباراة وليد عبد الرازم كان من لعيبة نادي القناة سابقا لعيب كورا يعني حكم ساحة احمد التلاوي يعاونه واحمد ناظر كحكام مساعدين حكم رابع علي السعيد فيما يتولى احمد صالح حكما للفار ويعاونه محمود بسيوني لو رحنا لمباراة الزمالك مع المصري هذا الموسم وليد عبد الرازم لم يدير اي مباراة للزمالك الا كان حكما رابعا بينما مقدار مباراة واحدة للمصري كحكم ساحة كانت امام سراميكا وفاز الفريق اربعة واحد وكمساعد فار عفوا في مباراة برامز وخسر المصري ثلاثة واحد فيما ادار احمد صالح حكما للفار مباراة واحدة للمصري كمساعد فار كانت امام سراميكا كيلوباترا وتعادل فريقان واحد واحد وهنا بقوله لجلة الحكام دا وليد عبد الرازم لعب لعب كورة يعني فاهم يعني لعب كورة لعب على مستوى دوري ممتاز يعني ليه ما نديروش مباريات كتيرة زي الحكام الدوليين اللي موجودين اه حكم دولة على الرأس من فوق لكن دا لعب كورة في حكام دوليين ملعبوش كورة دا لعب كورة ولعب على مستوى دوري ممتاز وليد عبد الرازم ما لعب كورة دوري ما لعب كورة دوري رأس ترجمة نانسي قنقر